أسألك على التدريب في المنطقة العربية تحديداً في مصر هل وصلك عروض من هنا في المنطقة العربية ومن مصر في الفترات الأخيرة أم لا؟ نعم كما تعرف فأنا كنت أعمل كمدير فني في التحاد جدة في السعودية فبالتالي أنا كنت سعيد جداً في الفترة التي قضيتها في المنطقة العربية وآتت بعض العروض من إفريقيا وخصوصاً في جنوب إفريقيا ولكن كانت لأن هذا الوقت كان صعباً لي بالنسبة لي في الاتحاد ولكن هو شارف كبير أن أتلقى عروض من المنطقة العربية خصوصاً بعد المدة القصيرة التي قضيتها هناك ولكن كرة القدم في هذه المنطقة هي تنال اهتمام كبير وتتطور بشكل كبير منذ ثلاث سنوات كان الأمر صعباً وقد تلقيت بعض العروض من مصر والآن أرى أن بعض الفرق في مصر خصوصاً الأهلي أنا أعرف بعض المعلومات عن الأندية المصرية وأعرف بعض المعلومات عن المديرين الفنيين الذين عملوا في مصر وأنا أعرف أن مصر هي الدولة الأشهر من الناحية الرياضية في إفريقيا والمنطقة العربية ربما أتلقيت بعض العروض بعض الأندية التي ودت أن أعمل معها خلال فترة ماضية أندية ممكن نعرف مين هي الأندية تحديداً نادي بيراميد أو هكذا كان الاسم أحد الأشخاص وأحد الأشخاص أيضاً وقال لي أنه يريد أن يقدم عرض من الأهل والزمالك ولكن لم يكن الأمر أكثر من عرض من وكيل لعبين لم يكن الأمر مباشراً مع الأندية مع أي لجنة في الأندية ولكن في هذا الوقت كان لدي عقد مع المنتخب الوطني لسلوفينيا وقد تقدموا لي بأكثر من عرض وقد قلت لهم أني سعيد مع سلوفينيا هذه كرة القدم ولكن الأمور تتغير أخبرتم أني منفتح لأي أمر ربما في وقت ما لا يوجد شيء أكيد أنا أتمنى الأفضل لكرة القدم في مصر أعرف أن الجودة ترتفع في مصر خصوة ما رأيناه في آخر بطولات دوري أمم إفريقيا لمنتخب مصر وما قدمه في آخر نسختين ترجمة نانسي قنقر